بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين نبينا محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم ابناء الطلاب بنات الطالبات أسعد الله وقاتكم بالخير والمسرات معكم معلمكم الأستاذ علي قحطاني ويرافقني في لغة الإشارة زميلتي الأستاذ نسرين النصار بمشيئة الله نسكمل وإياكم دروس مادة الرياضيات لصف الأول الابتداء درسنا اليوم يا مبدعين ويا مبدعات يحمل عنوان استعمال النقود إذن فكرة الدرس ابناء بناتي أقارن قيم النقود بأسعار السلع ننطلق وإياكم إلى هذا الاستعداد وفيها ابناء بناتي هنا يقول أعد النقود لأعرف هل ما معي من النقود يكفي لشراء الكرة أم لا هنا يقول ثمن الكرة كم سبعة عشر ريالا وهنا هذه النقود التي لديه ما مجموعة هذه النقود ابناء بناتي نقول عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر إذن مجموعة هذه النقود هو كم سبعة عشر ريالا إذن نكتب هنا سبعة عشر ريالا الآن يا مبدعين هل تكفي هذه النقود لشراء الكرة الكرة ثمنها 17 ريالا نعم تكفي أبناء بناتي إذا كانت هذا المبلغ مساوي أبناء بناتي للمبلغ الذي أريد أو مبلغ الحاجة التي أريد أن أشتريها أو أكثر منها فأستطيع أن أشتري هذه الحاجة وهنا الكرة قيمتها 17 ريالا ومعي 17 ريالا إذن أستطيع أن أشتري هذه الكرة الآن نمسح أبناء بناتي وننتقل وإياكم إلى فقرة أتأكد ولدينا هنا في هذه الأسئلة أشياء ننظر إلى ثمنها ومن ثم نعد النقود التي لدينا ونسأل هل تكفي هذه النقود لشراء المطلوب نضع نعم أم لا في السؤال الأول أبناء بناتي لدينا هذه السلة ثمنها 27 ريالا تفضلي يا أبطال عدوا هذه النقود واكتبوا هل تكفي هذه النقود لشراء هذه السلة أم لا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هيا مبدعين هل أجبت على هذا السؤال بارك الله فيكم إذن الآن نقوم أبناء بناتي بعد هذه النقود ومن ثم نجيب على هذا السؤال لدينا هنا عشرة عشرون خمسة وعشرون ستة وعشرون سبعة وعشرون إذن لدينا من النقود سبعة وعشرون وثمن هذه السلة سبعة وعشرون ريالا هل تكفي هذه النقود لشراء هذه السلة؟ نعم أبناء بناتي نكتب الإجابة نعم الآن ننتقل وإياكم إلى السؤال الثاني لدينا هنا هذا الشيء ثمنه ثلاثون ريالا ولدينا هذه النقود فضل يا مبدعين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عشرون خمسة وعشرون سبعة وعشرون ثمانية وعشرون إذن مجموعة هذه النقود ثمانية وعشرون هل تكفي لشراء هذا الشيء أمامنا؟ بثلاثون ريالا لا تكفي أقل ثمانية وعشرون أقل من الثلاثون التي هي ثمن هذه أو هذا الشيء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هاي مبدعين وصلت الإجابة بارك الله فيكم إذن دعونا ننظر إلى هذا الشيء كم ثمنه؟ ستة وثلاثون ريالا الآن نقوم بعد النقود عشرة عشرون خمسة وعشرون ثلاثون خمسة وثلاثون ستة وثلاثون إذن لدينا هنا ستة وثلاثون ريال هل تكفي لشراء هذا الشيء؟ نعم إذن نجيب بهذا الشكل الآن أبناء بناتي نمسح وننتقل وإياكم إلى الشريحة التالية في هذا السؤال لدينا هذا الشيء ثمنه كم؟ ثلاثة وعشرون ريالا هل تكفي هذه النقود لشراء هذا الشيء؟ فظلهم مبدعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إذن أبنائي انظروا معي بارك الله فيكم ثمن هذا الشيء هو ثلاثة وعشرون ريالا الآن نبغى نتأكد من المبلغ الذي لدينا هنا خمس ريالات نضيف إليها ريالين كم تصبح؟ سبع ريالات نضيف إليها ريالين تسع ريالات نضيف ريال عشر ريالات نضيف ريال آخر أحد عشر ريالا إذن مجموع المبلغ الذي لدينا هنا هو أحد عشر ريالا هل يكفي لشراء هذا الشيء أبنائي بناتي؟ لا ثلاثة وعشرون أكثر من أحد عشر ريالا إذن المبلغ لا يكفي فأكتب الإجابة لا الآن نمسح وننتقل وإياكم إلى السؤال التالي وهنا أبنائي بناتي لدينا هذه اللعبة ثمنها ثمانية عشر ريالا ولدينا هذه المبلغ من النقود هل يكفي لشراء هذه اللعبة؟ تفضل يا مبدئين ترجمة نانسي قنقر هيا مبدئين هل وصلتوا لإجابة؟ بارك الله فيكم إذن نقوم بالنظر هذه اللعبة ثمنها ثمانية عشر ريالا نبغي أن تأكد من المبلغ الذي لدينا كم مجموعة؟ إذن نعد النقود عشرة خمسة عشر ستة عشر إذن مجموعة هذا المبلغ هو ستة عشر ريالا هل يكفي لشراء هذه اللعبة أبنائي بناتي؟ اللعبة ثمنها ثمانية عشر لا يكفي أقل منه صح ولا لا؟ إذن أبنائي بناتي نكتب الإجابة؟ لا هل أجبتم يا مبدئين؟ بارك الله فيكم الآن نمسح وننتقل وإياكم إلى السؤال التالي هنا أبنائي بناتي كذلك لدينا هذه اللعبة ثمن وآحد عشر ريالا أريد أن أعد النقود وأتأكد هل تكفي لشراء هذه اللعبة؟ تفضل يا مبدئين ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة هيا مبدعين نصة الإجابة بارك الله فيكم إذن الآن يا مبدعين تمن هذه اللعبة كم؟ أحد عشر ريالاً طيب نريد أن نعد هذه النقود ونتأكد هل تكفي لشراء هذه اللعبة أم لا؟ هنا عشر ريالات نضيف إليها خمسة خمسة عشر ريالاً نضيف خمسة أخرى عشرون ريالاً نضيف ريال واحد وعشرون ريالاً إذن لدينا هنا من النقود واحد وعشرون ريالاً هل تكفي لشراء هذه اللعبة؟ نعم تكفي اللعبة ثمنها أحد عشر ريالاً والمبلغ الذي لديناه واحد وعشرون ريالاً صحب ألاً يا أبطال؟ إذن أكثر من ثمن العلبة اللعبة عفواً إذن نستطيع ابنائي وبناتي أن نشتري هذه اللعبة فنكتب الإجابة هنا نعم إذن بهذا الشكل أجبنا على هذا السؤال ومنه ننتقل إلى أحد أسئلة أحل المسألة التفكير المنطقي مع خالد خمسة أوراق نقدية من الفئة نفسها مجموعها خمسة وعشرون ريالاً إذن خالد معه خمسة أوراق نقدية من الفئة نفسها إذن كلها من نفس الفئة مجموع هذه الأوراق الخمسة خمسة وعشرون ريالاً المطلوب هنا ما فئة الأوراق النقدية التي مع خالد هل تستطيعون الإجابة على هذا السؤال؟ فضلي مبدعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مجموعها خمسة وعشرون فإجابتنا صحيحة إذن عشرة عشرون ثلاثون أربعون خمسون مجموعها كم؟ خمسون إذن تخميننا غير صحيح نضع تخمين آخر ما رأيكم؟ نضعها من فئة الخمس ريالات إذن لدينا خمسة أوراق نقدية ونعد الآن بالخمسات خمسة عشرة خمسة عشر عشرون خمسة وعشرون إذن مجموع هذه الخمسة أوراق خمسة وعشرون ريالا إذن نستطيع أن نقول أن إجابتنا أبناء بناتي على هذا السؤال ما فئة الأوراق النقدية التي مع خالد نقول من فئة خمس ريالات وبهذا نكون جبنا على هذا السؤال ومع هذا السؤال أبناء بناتي نكون وصلنا إلى ختام درسنا لهذا اليوم تقبلوا فائق التحية والاحترام مني أنا معلمكم علي القحطاني وزميلتي في لغة الإشارة الأستاذ نسرين النصار في أمان الله اشتركوا في القناة